طبعا بالنسبة للغرض أيضا تنقسم النشاطات الترفيهية انقسامات كثيرة جدا قد يكون غرضه تعليميا هناك ألعاب كثيرة ترفيهية لكن ألعاب عقلية التعليم بالترفيه نعم طبعا التعليم بالترفيه أسلوب وهذا أصبح الدول تعتمدوه مثل فنلندا فنلندا إلى ما قبل تقريبا سنتين الآن احتلت هذه المرتبة الأولى كوريا الجنوبية قبل ذلك فنلندا الأولى في العالم في ميدان التعليم تخيل المدرسة والجامعي بسبب أنها تعلم بالترفيه تعلم باللعب أثبت نجاحه يا دكتور شيء عجيب طبعا بلا شك نعم نعم هذا أسلوب ناجح فقد يكون له كما قلنا أهداف تعليمية طبعا أشهر ألعاب العقل كما يقال الشطرنج مثلا الشطرنج لعبة عقلية قديمة جدا كل أم تقريبا المتحضرة تعرفتها الهند تعرفوها أولا أخذها الفرصة عنهم ثم أخذها المسلمون بعد الفتح لم تعرف أيام رسول الله وعرفت أيام الصحة قد نعود إليها على كل حال هذه لعبة عقلية ترفيهية مشهورة جدا قد يكون له نشاطات كما نقول ماذا يعني بنائية لبناء الإجسام منه ترفيه ومنه أيضا إيه يعني إفادة الجسم الإنسان كل الألعاب الالجيمناستيك الألعاب القوة أيضا تفيد في الجانبين الألعاب المختلفة والشتى أنواع المصرعات أيضا ترفيهية وأيضا تفيد الجسم وتدربه وتنمي قوة المختلفة إلى آخر هذه الأغراض أغراض كثيرة جدا